بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الطلاب والطالبات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله تعالى وبياكم وأهلا وسهلا بكم معنا في درس من الدروس المتعلقة بالقرآت القرآنية درس هذا اليوم له أهميته وهو بضمن الوحدة الأولى المتعلقة بتاريخ القرآات وهذا الدرس هو ما يتعلق بمفاهيم أساسية في علم القرآات أقف وإياكم بإذن الله تعالى مع مفاهيم مهمة حتى يتبين للطالب والطالبة هذه المفاهيم ويبتعد كل البعد عن الإشكالات التي قد تواجهه أثناء الدراسة لهذا العلم لأن هناك بعض الإشكالات يزيلها هذه المفاهيم التي معنا في هذا الدرس وقبل أن أدخل وإياكم إلى صلب هذا الدرس يحسن بنا أن نستعرض الموضوعات المتعلقة بهذه الوحدة ثم أقف وإياكم على أبرز وأهم الأهداف المرسومة لدرسنا فكونوا معي بارك الله فيكم إذن على بركة الله جل وعلا الوحدة موضوعها كما تعلمون تاريخ القرآات وموضوع الدرس الأساس هو مفاهيم أساسية في علم الكراءات أنتقل وإياكم للوقوف على أبرز الأهداف المرسومة لهذه الوحدة وكذلك المتعلقة بهذا الدرس فكونوا معي في الوقوف على هذه الأهداف أو على هذه الموضوعات قبل الدخول في الأهداف عندنا نزول الكراءات ثم أيضا المبادئ العسرة لعلم الكراءات وكذلك أيضا مفاهيم أساسية في علم الكراءات وهو محور أو موضوع درسنا هذا اليوم وكذلك أيضا الأحرف السبعة وكذلك أيضا الاختيار في الكراءات وموضوعنا الأساس الذي بإذن الله تعالى نتحدث عنه هو مفاهيم أساسية في علم الكراءات بعد هذا نقف على هذه الأهداف لهذه الوحدة وكذلك لهذا الدرس أول هدف أن يعرف الطالب علم الكراءات وكذلك أن يعرف الطالب والطالبة المبادئ العسرة لعلم الكراءات وأيضا أن يقارن الطالب والطالبة بين علم الكراءات والعلوم الأخرى وكذلك أن يدرك الطالب والطالبة المفاهيم الأساسية لعلم الكراءات وهي التي معنا بإذن الله تعالى في هذا الدرس وكذلك أن يعرف الطالب كيفية نزول القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أن يعرف الطالب المراد بالأحرف السبعة وأخيرا أن يعرف الطالب كيفية الاختيار في الكراءات هذه هي أبرز الأهداف التي نقف عليها بإذن الله تعالى ونخرص إليها بعد الدراسة لهذه الموضوعات المهمة نأتي بعد هذا لدرسنا هذا اليوم وهو ما يتعلق بالمفاهيم الأساسية لهذا العلم المبارك فهذه توطية وتمهيد للدخول في صلب درسنا علم الكراءات أيها الطلاب والطالبات كما تعلمون هو من العلوم الشرعية ونسبته أو ارتباطه بكتاب الله جل وعلا وهذا العلم قد حافظت الأمة على بلوغ النهاية في ضبطه هناك عناية كبيرة كما تعلمون قد مر معنا هذا فيما يتعلق بالعناية الكبيرة من السلف الصالح من الصحابة والتابعين بكتاب الله جل وعلا تعلم وتعليما وقراءة وإقراء ذلك لأن هذا العلم الرصين المبارك له علاقة مباشرة بكلام الله جل وعلا فالعناية به هو عناية بكتاب الله سبحانه وتعالى وحفظه هو حفظ لكلام الله جل وعلا ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله تعالى الذكر يعني القرآن الكريم والله تعالى قد تكفل بحفظ كتابه الكريم ومن ذلك أن الله جل وعلا هيئ الأسباب التي تؤدي إلى حفظ كتابه من هؤلاء الرجال من الصحابة والتابعين إلى أن يرفع الله تعالى كتابه إذا شاء ليحفظوا هذا القرآن الكريم من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان وكذلك يعتنون عناية كبيرة بحفظه وضبطه إذن هذا التمهيد هو للدخول في بيان هذه المفاهيم الأساسية التي تزيح عن بعض الناس الغشاوة أو الخلط أو الإشكالات التي قد تقع عنده في بعض المسائل المتعلقة بعلم القراءات نأتي وإياكم أيها الطلاب والطالبات لهذه المفاهيم فنتعلم بإذن الله تعالى في درسنا مفاهيم أساسية نبني عليها هذا العلم وننطلق منها بإذن الله تعالى في هذا العلم المبارك الشريف إذن هذا ما يتعلق بهذا المدخل نأتي وإياكم إلى أول مفهوم أول مفهوم لا بد أن نعرفه وأن نرسق هذا المفهوم في أذهاننا وهو أن نعلم جميعا أن القراءات العشر كلها متواترة والتواتر أمر زائد على كونها صحيحة يعني أنها جاءت بأسانيد صحيحة بل ومتواترة رواها الجمع عن الجمع مما يستحيل معه اتفاقهم عن الكذب وهذا يبين لنا أن القرآن الكريم وكذلك القراءات العشر كلها متواترة ليس في شيء منها ما يكون غير صحيح أو يكون شادا بل تلقاها لأئمة الجمع الكبير عن الجمع الكبير حتى يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هذا مفهوم في غاية الأهمية إن لا بد أن يرسخ في أذهاني كل من له اهتمام بهذا العلم المبارك نقل أئمة الكراءات رحمهم الله تعالى هذه الكراءات العشر متواترة عن مثلهم يعني عن من قبلهم من العلماء والقراء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني جيل بعد جيل حتى بلغوا بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وبحمد الله تعالى في هذا الزمان تعلمون الإجازات القرآنية التي يجيز بها العلماء يجيز بإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إسناد في قراءة عاصم أو في قراءة نافع أو قراءة حمزة أو غيرهم من قراءة العسرة المشهورين الذين أخذوا قراءة بالتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نأتي بعد ذلك إلى الأسانيد التي في هذه الكراءات المتواترة مجيء الأسانيد المشهورة يقول طلاب الطالبات عند أئمة الكراءات من طرق محصورة يعني قد يقول قائل وهذه شبهة قد يذكرها بعض الناس ليلبس أو يشكك أو يكون عنده فهم مغلوط فمجيء الأسانيد المشهورة قد يقول قائل فقط قراءة حمزة أو قراءة عاصم أسانيدها مشهورة ولم نقف على أسانيد أخرى فنقول مجيء هذه الأسانيد المشهورة عند أئمة الكراءات من طرق محصورة هنا لا ينفي نقل الكراءات عن غيرهم هذه معلومة أيها الشباب وأيها الطالبات في غاية الأهمية لأن هذا أمر قد يشكل على بعض الناس فيقول قراءة عاصم أو قراءة حمزة أو قراءة الكساء أو غيرها من قراءة العشر المتواترة يقول إننا وقفنا على أسانيد محصورة قليلة أين التواتر؟ فنقول التواتر موجود وكون فلان أو غيره وقف على طرق محصورة لا يعني أن هذه القراءة المتواترة جاءت عن غيرهم فهي استهرت عن السبعة أو العسرة لكن هناك من روى من غير العسرة أو السبعة إلى من قبلهم من التابعين أو الصحابة وجمع كثير لكن لم تذكر في هذه الأسانيد فلا بد من بيان هذا الأمر وإزالة هذا الإشكال لماذا؟ فإنه ما زال العلماء رحمهم الله تعالى على كثرتهم زمن السلف الصالح من التابعين والصحابة قبلهم يحفظون القرآن يعني الحفظ في الأمة موجود الحفظ لكتاب الله تعالى في الصحابة موجود والحفظ في عصر التابعين موجود والحفظ كثير جدا فهذا يبين لك التواتر الذي نعنيه فهنا لكل من هؤلاء قراءة فالأكثر يقرأ بها وهؤلاء لم يخلوا منهم مصر من أمصار المسلمين ولا عصر من العصور على مر تاريخ الإسلام هذا يبين لك الإشكال ويقطع الأمر ويوضح هذا الأمر ويؤكد على المفهوم الأساس وأن القراءات العشر متواترة وكون الإنسان يقف على أسانيد محصورة لا ينفي التواتر هذه قضية ينبغي أن نفهمها وأن نبني عليها هذا الأمر حتى ننطلق بإذن الله تعالى في هذا العلم الشريف إذن هذا ما يتعلق بأول مفهوم من المفاهيم الأساسية في علم القراءات نأتي بعد هذا أيها الطلاب والطالبات إلى هذا المفهوم المهم الذي ينبغي أن نعرفه ونفهمه جيدا وهو ما يتعلق بعلم القراءات سواء العشر أو السبع المتواترة فهي تنقسم من حيث الكلمة المقربية مالك أو ملك أو غيرها من الكلمات القرآنية تنقسم إلى قسمين عندنا أصول وعندنا فرش ما المراد بالأصول وما المراد بالفرش إذا فرقت أيها الطالب والطالبة بين هذا وهذا أدركت بإذن الله تعالى أميزت هذا الأمر وأصبح عندك ملكة تستطيع بها بإذن الله تعالى أن تفرق بين القراء في أصولهم وفي فرشهم عندنا الأصول هي جمع أصل والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره هو القاعدة هو الأساس والمراد بها في اصطلاح أهل القراء الأصول هي القواعد المضطردة ما معنى مضطردة؟ لأنها تتكرر الاضطراد هو التكرار فهو أصل أصل مثلا المد القصر أصل من الجمع أصل مثلا الترقيق وهكذا فهذا أصل مضطرد بمعنى أن القارئ الفلاني أصله في المد المنفصل هو القصر فهو يقصر في كل موضع فيه مد منفصل هذا الآن أصل إذن القواعد المضطردة التي تنطبق على جزئيات القاعدة والتي لاحظ يكثر دورها يعني تكرر دورها أنها تأتي في كتاب الله تعالى متكررة كما ذكرنا في مثال المد والقصر ويتحد حكمها يعني الحكم واحد قلنا أن الابن كثير في المد المنفصل هو القصر قرأت في البقرة أو آل عمران أو في النساء أو في غيرها ووقفت على مد منفصل فالحكم متحد بكثير يقرأ بالقصر لا يقرأ إلا بالقصر في المد المنفصل لماذا؟ لأن هذا أصله فأصله ومذهبه في المد المنفصل هو القصر وتسمى الأصول لها اسم آخر هذا استلاح تسمى عند بعض العلماء الكليات قلنا كلية أو قلنا أصل الأمر واحد المراد أنها أمور متحدة في جميع كتاب الله سبحانه وتعالى إذن هذا ما يتعلق بالأصول فالقراء السبعة أو العشرة كل قارئ من هؤلاء القراء له أصل يسير عليه في كراءته وفي ذلك روايته لهذه الكراءة نأتي إلى المثال كما بينا قبل قليل المد والقصر الهمز المفرد صلت من جمع وهكذا فكل قارئ له مذهبه في هذا الأصل فقالون مثلا في ميم الجمع له وجهان يصل ميم الجمع ويقصرها مثلا لبن كثير في ميم الجمع له أصلة يصل كل ميم جمع أتى بعدها متحرك وهكذا هذا ما يتعلق بأصول القراء العشرة نأتي بعد هذا إلى الفرش ما المراد بالفرش هنا الفرش هي الكلمات التي يقل دورها وتكرارها بعكس الأصول يعني أنه ليس لها قاعدة مضطردة أو ثابتة وإنما تختلف بحسب ورودها فهي ليس لها قاعدة حتى يمكن تقييدها بها ولا يتحد حكمها فعدم اتحاد الحكم جعلها مبثوثة في كتاب الله تعالى ولكل موضع وجه قراءته عند هذا القارئ وعند هذا الإيمان أسمىها بعض العلماء الفروع قلنا فرش أو فروع الأمر سيان لا مشاحة في الاصطلاح لأنها ضد التي قبلها وهي الأصول نأتي مثال الفرش قوله تعالى وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى قُرِئَتْ بِكَسْرِ النُّونِ وَلَاكِنِّ الْبِرَّ وَلَاكِنَّ الْبِرَّ وَلَاكِنِّ الْبِرُّ طبعا إذا قرأنا بتشديد لكن مع الفتح تكون البر مفتوحة وَلَاكِنَّ الْبِرَّ قراءة الأخرى وَلَاكِنِّ الْبِرُّ هنا قراءتان فهذا من أمثلة الفرش أو الفضوع أيضا سمي الكلام على كل حرف في موضعه من الحروف المختلف فيها بين القراء فرشا قد يقول قائل لماذا سميت فرش الفرش هو النشر والبست الفرش هو النشر والبست فسميت فرشا لانتشار هذه الحروف في مواضعها من سور القرآن الكريم فكأنها انفرشت في السور إذن هذا بيان الارتباط المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي للفرش أيضا من الأمثلة على ذلك مالك وملك فقرئة مالك يوم الدين وقرئة ملك يوم الدين إذن هذا من الأمثلة المتعلقة بالفرش إذن عرفنا أيها الطلاب والطالبات المراد بالأصول وكذلك المراد بالفرش فيما يتعلق بقراءات وهذا مفهوم أساس لمن أراد تعلم علم الكراءات بعد هذا أيها الطلاب والطالبات نأتي إلى هذا المفهوم كذلك المتعلق بعلم الكراءات وهو ليس مصدر اختلاف الكراءات هو رسم المصحف قد يظن بعض الناس أن المصدر في الاختلاف هو الرسم المصحف الشريف وهذا ظن خاطئ إذن السؤال المطروح ما هو المصدر في اختلاف الكراءات؟ نقول المصدر الوحيد في اختلاف الكراءات هو النقل المحض النقل المحض ليس هناك مصدر آخر أما بالنسبة لرسم المصحف الشريف فهو رسم اعتمده عثمان رضي الله عنه بإجماع الصحامة فأصبح عند الصحابة من بعدهم مرجعا في كتابة القرآن الكريم لكن ليس هو المصدر في الاختلاف وإنما المرجع في الاختلاف هو ما نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا؟ نقول لأن القراءات هي كلام الله فلا يكون مصدر واختلافها الرسم أبدا قراءات كلام الله جل وعلا والرسم تابع للنقل لاحظ معي أخي الطالب أخي الطالبة الرسم العثماني هو تابع لما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه القراءات وكم من كلمة مرسومة لاحظ معي ركز معي أخي الطالب أخي الطالبة تحتمل أكثر من قراءة لو مثلنا وكان أمامك المصعف أيها الطالب والطالبة فافتح المصعف على أي صفحة منه وتجد الرسم العثماني له طريقته وله هيئته المختلفة عن غيره من الرسوم بأنه يحتمل جميع القراءات مثلا عندنا كلمة بشرا هي الأصل أنها غير منقوطة جاء فيها أكثر من قراءة بشرا نشرا نشرا فكل الأوجه التي جاءت بها القراءات يحتملها الرسم العثماني إذن هنا لاحظ معي أن الكلمة المرسومة تحتمل أكثر من قراءة ومع ذلك لاحظ معي لا يصح فيها إلا قراءة واحدة فالمرجع ليس الرسم ولو كان الرسم العثماني يحتمل إنما نعتمد في الاختلاف في القراءات على ما ينقل وما يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القراءة مرجعها هو النقل المحض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هذا مفهوم في غاية الأهمية ونؤكد عليه أن المرجع في اختلاف القراءات القرآنية هو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس إلى الرسم في كتاب الله سبحانه وتعالى نأتي بعد هذا أيها الطلاب إلى أيضا مفهوم آخر من المفاهيم الأساسية في هذا العلم الشريف وهو أن القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول هذه قاعدة ضعها أمام عينيك القراءة سنة متبعة يعني سنة طريقة متبعة يتبعها القراء يأخذها الآخر عن الأول لا مجال فيها للقياس ولا للرأي ليس هناك مجال لأن يجسهد أحد القراءة في اختراع قراءة جديدة أبدا مرجعها إلى النقل الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشاطبي وما لقياس في القراءة مدخل فليس هناك مجال أبدا للقياس أو الاجتهاد إذن القراءات كلام الله جل وعلا مبنىها على ماذا؟ على التلقي لاحظ والمشافهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك يتلقاها من بعده عن الصحابة إلى يومنا هذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى إذن مبنى القراءة على الاتباع ليس هناك مجال للقياس نقيس قراءة على قراءة أبدا ولا مجال للاجتهاد والاختراع وإنما المصدر الوحيد هو النقل والمشافهة للكراء المتقنين هذا ما يتعلق بالمفاهيم الأساسية أيها الطلاب كذلك أيضا من المفاهيم المهمة التي لا بد منها أنه لا يوجد حرف من الحروف العسرة يخالفه لغة العرب أبدا ليس هناك حرف واحد يخالف لغة العرب لأن الأصل القرآن الكريم واللغة تبع له وما حصل لبعض العلماء قد يقول قائل وقفت على عالم من في النحو ينكر قراءة مثلا من إنكار لبعض وجوه القراءات فهو اجتهاد منهم أخطأ فيه وقد أنكر عمر رضي الله عنه على هشام بن حكيم بعض وجوه القراءات مع أن عمر محدث ملهم وهشام قد أصاب القراءة عمر في قصته مشهورة قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها وكدت أن أعجل عليه يعني وهو يقرأ في الصلاة ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته يعني أمسكه بردائه فجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إني سمعت هذا يعني هشاما يقرأ على غير ما أقرأتنيها فقال لي أرسله اتركه يعني أنه قد أمسك به هشام رضي الله عنه ثم قال اقرأ يعني اقرأ القراءة التي أقرأتك إياها فقرأ قال هكذا أنزلت أقره على قراءته ثم قال لي اقرأ يعني عمر فقرأت فقال هكذا أنزلت إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر فهذا يدل على ماذا على أن المصدر فيها هو النقل وأما ما ينكره بعض النحات فنقول يرد عليهم والصحيح إذا جاءت الكراءة متواترة موافقة للرسم فإنها تقبل فإذا كان عمر رضي الله عنه المحدث الملهم خفي عليه شيء من وجوه القراءات فغير عمر من باب أولى لذلك لا نقبل هذا التخطئة من هذا العالم مع الإجلال لهذا العالم وقدره الكبير لكن المصدر في التلقي هو المشافهة والنقل أيضا من المفاهيم المهمة التي ينبغي أن نقف عليها التفرق بين المقرئ والقارئ وما يتعلق بها فعندنا المقرئ من هو؟ هو من علم بالقراءات أداء يعني يؤدي قراءات أداء صحيحا وكذلك شافها بها الأشياء قبله أما القارئ والمبتدئ فهو من أفرد قراءة إلى ثلاث قراءات فالذي عنده قراءة واحدة قراءة عاصم مثلا أو عنده قراءة الكوفيين فهذا يسمى قارئ مبتدئ أما القارئ المتوسط الذي ارتقى في هذا الفن فهو من أفرد يعني قرأ بإسناد واحد من إلى أربع أو خمس أو ستة أو سبع أو أكثر من ذلك بمعنى لو أخذ السبع كلها أو أخذ أربع قراءات فهذا يسمى القارئ المتوسط أما القارئ المنتهي الذي بلغ حدا نهاية في هذا العلم فهو من علم القراءات العشر الصغرى والكبرى الصغرى أن يأخذ السبع من طريق الشاطبية ثم يكمل الثلاث المتمة ويأخذ الكبرى كذلك عن طريق طيبة النشر فهذا يسمى القارئ المنتهي وهنا أيضا من الشروط المهمة للمقرئ التي لا بد أن نقف عليها أيها الطلاب والطالبات أن يكون هذا المقرئ عالما بالقراءات لا بد أن يكون ملم لا بد أن يكون عنده إلمام كبير بهذا العلم وإلا فإنه لا يسمى مقرئا ولا يحل أن يقرئ غيره أن يكون أيضا قد روى القراءات مشافهة لا بد أن يشافها المشايخ لأننا قلنا قبل قليل القراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن الأول أيضا من الشروط أن يكون عنده علم بالنحو يوجه به الكراءات فعلم النحو لا شك أن له أثره الكبير في توجيه الكراءة واختلافها أيضا من الشروط أن يكون عنده من الفقه ما يصلح به دينه لأن الفقه من أساسيات هذا العلم الرصين له ارتباط كثير بالأحكام القرآنية الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى هذه أبرز المسائل ومفاهيم المهمة التي ينبغي للطالب والطالبة أن يعتني بها والله أسأل لي ولكم التوفيق والإعانة وأشكر لكم طيبة المشاهدة وحسن المتابعة وألقاكم على خير بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته